السلام عليكم يا ليلة عليكم السلام ازيك يا طارق حمد الله على السلامة الله يسلمك يا روحي ايه مالك فيه ايه الدرايب حجزت على المصنع بتقول ايه يا نهاري سود انت بتهذر يا طارق لا والله هي دفع هزار وفي الاخر المحامي قال لي اكتب المصنع وكل حاجة باسم مراطق ده حتى المحل كمان وانا فعلا عملت كده ايه ده انت بتتكلم بجد ايه وطبعا عملت كده يدبت كل حاجة باسمك المهم بقى ان انا بكرة الصبح عايز اخدك معايا عشان اروح كده تعمليلي توكيل عام عشان ارجع الحاجات دي تاني ارجعها باسمي تاني لحد موضوع الدرايب ده ما يعدي توكيل عام ايوة يا روحي طبعا ليه يا حبيبي هو انت مش مستأمني ولا ايه على اساس يعني ان انا ممكن اخد الحاجات دي لنفسي ولا ايه يا حبيبتي هو انا لو مش مستأمني كنت كتبتلك حاجة ولا كنت عملت كده اصلا ايه بالكلام اللي انت بتقوليه ده لا طبعا يا روحي الصبح اعمل لك توكيل عام حبيبة قلبي يا خبرة بيد انت تؤمرني انت بس ما زهعلش نفسك انا مش فاهم بس والله بتوع الدرايب دول ليه حطيني في دماغه لا يا حبيبي ما زهقش نفسك خالص ادخل انت بس كده ريح شوية لحد ما عمل لك كده ايه لقم حلوة تكلها ماشي يا قلبي ما تحرمش منك ابدا ولا يحرمني منك ابدا يا ربي يا حبيبي حلوة اوي كده الو ايوة يا ماما عاملة ايه شفت اللي حصل الدرايب كانت هتحجز على طارق والمحامي قال له ان لازم يكتب المصنع والبيت باسم حد تاني وطبعا كتبهم باسمي لا قدهم له قدهم له ده ايه ده عندهم وبقى ان شاء الله مفيش الكلام ده خلاص يا ماما انسي اه ايه يعني مطلة يغور في الستين دهية واتجوز واحد احسن منه ده انا تربيتك امال ايه طيب طيب ايه خلاص انا هخلص كده واشوف هعمل معا ايه واجيلي عشان تخليه عندك يلا بقى باي باي عامري ما كنت اتخيل يا طارق النتيجة كده لحد عندي طرقة توتي يا توتي جيت لك اه ايوة يا توتي بحبك اه هو انت لسه زهقان برضو لا يا حبيبتي مش زهقان ولا حاجة عايزك تفرفش كده مش عايزك تبقى زهقان وتضحك وتهزر وتعمل كل حاجة نفسك فيها افتكري يعني هو ده وقت الكلام ده هو انت زعلان لبس ما هو خلاص مش هيحجزه على حاجة بقى هو انا عيش مع بعض بقى عيشة ايه فل نغني ونرقص ونعمل كل اللي نفسينا فيه واول موضوع الدرايب ده ما يخلص خالص هتلاقي بيتك موجود ومصنعك موجود وكل حاجة موجودة زي ما هي ما انت كاتبهم لمرتك يعني مش حد غريب ما انا عارف يا حبيبتي ده انت روحي وانا مقامنك حتى على حياتي كمان ربنا يخليك ليا يا حبيبي طب ممكن بعد اذن حبيبي تجيب لي اكل اصلا جاءانا قوي بتقولي ايه اجيبلك تاكل ايه اصلا انا عايز اقولك على حاجة اصلا امبارح كنت ضيخة خالص وكنت برجع فخايفة يكون حملة ولا حاجة وخايفة تحرق كتير يعني ايه ده صحيح بجد لا يا حبيبتي اذا كان كده بقى احط لك تاكل ربنا ما يحرمني منك ابدا الاكل هتلاقي جوه على البتاجاز ماشي طب ايه مش هنتلع ناكل برا طيب لا يا حبيبي هتلي الاكل هنا على السرير اصلا انا مش قادرة خالص يا سلام لو تجيبيلي الولد اللي نفسي فيه علشان خاطر بس النون الجميل جبتلك بقى احلى اكل في الدنيا ايه ده الله انت حمرت الفراخ طبعا يا حبيبتي وانا ليه اللي انت طب يلا بقى علشان تاكل معايا لا يا حبيبتي كل انت بس ايه ده هو انت ولعت تاني على المكارونا ايوة ايه كده خلتها تعجل لانا كنت الضبطها خالص ليه كده بقى متزعلينيش زعلك ايه بس يا طارق الاكل دعم وحش جدا ايه القرف ده لا 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 ده عشان بس انت بتتوحمي وحم ايه وزفتي ايه ده الاكل حتى ساقع متالك ده ايه القرف ده الاكل وحش جدا الله جرى ايه يا ليلى ايه الاسلوب اللي بتعامليني بيه ده يعني انا جبتلك الاكل لحد عندك لحد السرير وما فيش شكرا ما فيش كتر خيرك بقولك ايه شيل الاكل ده الاكل مش حلو طب اعملك ايه بس يا حبيبتي انت شيل الاكل ده خالص وتطلب لدليفري طب ما كنت طلبتلك الدليفري من الاول وما كنتش دوغتيني وعزبتيني كده شيل الاكل يا طارق يا رب صبرني حاضر هشيل الاكل ده انا هطلع عينك لازم اطلع عليك كل اللي كنت بتعمله فيا يا ليالي الشوق قلب الوالهان جوا يا حنان قد الدنيا مش قادرة عيش يا حبيبانا يوم من غيرك فيه انا ولا ثانية ها ها الله الكلام الحلو ده لي انا طبعا طبعا ما قلت ليش يا حبيبتي اجيبلك دليفري ايه بقى تكلي ايه هاكل ايه تاكل ايه تكلى ايه يا بنت يا ليلى انا عايزة كنتاكي كنتاكي هو الولد بيتوحم علي كنتاكي ولا ايه رقيك ناكل ويزو من عند لود المكالبص ده بس انا كنت عايز تأذ relent كده فحاجة لأول قول يا روح معلش بس يعني الصvio اللي احنا قاعدين فيها دي ندفهم؟ لا لا يا روحي كده كتير بقى. علشان خاطري. اتسل على اي حد يجي يندف هالك؟ لا لا ما بحبش حد غريب يدخل البيت معلش بس الحد بكرة عشان هروح للدكتورة عشان اكشف عشان اعرف يعني لو في حملة ولا لا. لو ما فيش حملة خلاص انا هشيل شغل البيت وكل حاجة الوحدي لا يا حبيبتي مش هينفع الكلام ده انا هجيب لك خدامة اصلا يعني مش قاعد في البيت على طول. معلش يا حبيبي النهاردة بس. وبعدين بقى. معلش يا طرق عشان خاطري. طب بقولك ايه انا هتصل على واحدة ست تيجي تنظف لك البيت وتعملك اللي انت عايزة. لا 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 ما ضمنش اي حد يدخل البيت هو انت يعني يا ليلة عايزة تمرمطيني وخلاص عشان خاطري طيب يا ست امر لله عايزة مني ايه؟ تنظف للصالة وتجيب المقاشة وتكنسل السجاد بس كده. المقاشة فين يا روحي؟ في المطبخ يا قلبي اهياني. انا عارف انها ايام ما اعلم بها الله ربنا طيب اقولك على حاجة روح انت الصالة وانا هجيب لك المقاشة. يا ريت خلاص ماشي. ده حملة ايه اللي جاي على دماغ انا ده وهتتروح ازاي بقى ان شاء الله الصالة دي خد يا حبيبي المقاشة هاي؟ هاتي يا ستي. يلا على اخر الزمن بقى. اهو بعلمك حاجة للزمن يمكن تنفعك لا يا حبيبتي ما تقلقيش. انا بعمل بس عشان خاطرك انت يقول في بطنك نظف يا حبيبي كيف هي تنظيف بقى يا حبيبي وتعلى على الجنب هنا. تعرف ان انت برينس ايه ده؟ ايه الحلوة دي؟ اهو ده اللي انا باخده منك بقولك ايه؟ ما تدخل كده تجيب طبق فيه شوية مية سخنين مية سخنة في طبق? ليه؟ بس امهاتهم وانا هقولك حاضر عمشوف اخرتها معاك لا حاول ولا قد إلا بالله الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية ده انا هتلع عينك مات يلا يا طروقة اتأخرت كده ليه؟ جبتلك يا حبيبتي المية السخنة ايه؟ تسلم ايدك يا حبيبي عايزها فين المية السخنة دي؟ حطها هنا على الارض قدامي هنا؟ ايوة اهي؟ بقولك يا طروقة معلش بقى عاوزك كده تدعاك لرجلي نعم يا اختي نعم يا روح ماما لا بقولك ايه؟ كده عيب سرية امي ما الجيش؟ لا يا حبيبتي ده انا جيب سرية اللي انا عايزه بقولك ايه يا عناية؟ البيت والمصنع مكتوبين باسمي ما هسمع بقى يا حبيبي يا دعوت كده زي الشاطر تخسلي رجلي عشان تاخد البيت والمصنع بتوعك يا امي مفيش حاجة خالص وفكر كويس قبل ما تاخد اي قرار وساعتها هرميك في الشارع وهتطلق منك وهاخد كل مستحقاتي فهم ولا لا؟ ايه الكلام اللي بتقولي ده؟ انت بتتكلم بجد ايوة طبعا بتتكلم بجد مال بحذر معاك يلا بقى يا حبيبي اخسر رجلي انا مش فاهم انا ازاي عشت معاك الفترة اللي فاتت دي كلها وانا مش عارفك على حقيقتي مالها حقيقتي يا خويا؟ انسانة واطية لا بقولك ايه عيب لما نفسك ده انا مراتك برضو مراتي؟ والله لو اعرف ان انت جوك اسود كده والله ما كنت قعدتك معايا هنا يوم واحد طب يلا بقى اخسر رجلي اصلا بدأ تذهق طب وانا ايه اللي يضمان لي بقى ان ان انت بكرة هتعمليلي التوكيل والله بقى ما عنديش ضمانات انا كلامي ضمان لوحده عايز تصدق صدق مش عايز انت حر شاء الله عنك ما صدقت من عناية من عناية يا روحي بس كده حاضر هخسلك رجلك يلا المية دافية وسخنة وحلوة قوي يانهاري سود على الزمن لما يخلين اخسلك رجلك ده احلى الزمن في الدنيا احلى تروق يلا بقى اخسل لحسن رجلي هتاخد بارد والله يا زمن مانا اللي جبته لنفسي ما تسكتي بقى يا شيخة انت بتزعقلي اه بزعقلي النونو هيزعل يتحرق النونو على ام النونو مات يلا بقى لحسن هرجع في كلامي ما ترجعي في كلامك ولا تتحرق كده ماشي استغفر الله العظيم يا رب والله يا زمن لبأيدينا زرعنا الشوك حيا اخوي اخسل كويس ومسح الباب حاضر والله اللي هوريكي ده انا اللي هوريك اهلا يا اميرة ازيك يا طارق ازيك يا ليلة ايه ده ايه ده يا ليلة ايه ده يا طارق ايه فيه ايه اخوكي بيخسل رجلي ايه الكلام اللي بتقولي ده ايه يا حبيبتي مستغربة ليه اخوكي ليه عندي المصنع والبيت لو ماكملش وغسل رجلي مش هددله حاجة وانت بقى تخراسي خالص ماسمعش صوتك روحي بيتيك اللي انت جيت منه ما تتكلم يا طارق ساكت ليه نهر اسود عليك ضحكت عليك ومضتك ما بضطنيش على حاجة انت مش فاهمة اي حاجة ما تفهمني يا اخويا مات يلا يا اخويا عشان عايز ادخل اخوة تشاور ايه اللي حصل يا طارق فهمني الدرائب كانت هتحجز على كل املاقي فاضطرت اكتب لها كل حاجة باسمها مانا كنت واصل فيها بقى اه وامراتك بقى هي اللي ضيعتها انا ما عارفش بقى ان هي هتقل بأصلها كده طب كنت تفكر في اختك يا اخويا وما تفكرش في امراتك هوان هستنى كتير ولا ايه طارق ام يا طارق ما تعملش كده طارق منك لله يا شيخ يا ربنا انتقم منك يلا يا بيت انت اطلعي برا روح انت يا اميرة دلوقتي انت بتطردني من بيتك يا طارق اه وما تجيش هنا تاني يا اختي مات سيبها تقعد يا ليل لق يا اخويا تطلع برا اهدشرت بقى خلاص يا طارق انا ماشية حطيت اخويا في موقف زي الزفت منك لله يا شيخ ربنا ياخد لاخويا حقه منك يا ظلمة يلا يا بيت من هنا عشان ما قومش اديك في وشك اقسم بالله لعرفك كل اللي عملتيه فيا ده طب يلا يا اخويا اخسن لرجلية لحسن هتبوش من الملح ماشي هعتبر ان انا بحمي الجاموسها بتاعتي مش مهم اول مرة اعرف ان انت انسانة بردا عارف انا النهار ده حبيتك قوي وانا بقى النهار ده كرهتك موت ما تقولش كده لحسن مش هرجع لك حاجاتك